موسيقى مه هو اخبارك ملك؟ عثمان معك العثمان ايه بعرف انه موبايل سليم بس هو هلا ما انه موجود معي والافضل انه ما ترجع ويطصل إليه لأن الزلمة خطب لا صدقي على قليلة يخففي اتصالات ايه هو عنده رقم غير هذا طبعا صدقيني هو هلأ ما رح يرد على التليفون شو رأيك بعتلك رقم خطيبته برسالة تتصلي عليه مو أحسن ايه ليش لا ولو تكرم عينك الله معيك أبي كان ما هو حق يعصب مرام لأنه كل الحق كان عليّي أنا لا تحاول تبرر له موقفه سالين ليش لا يضربك شو تفكر حاله هذا أبي مرام مين ما كان يكون هالشي ما بيبرر له مو من حقه خلص تكريري على الموضوع الشي اللي ما عم بفهمه انت شلون تقبل يضربك وانت وبهالعمر ما بعرف يعني شو هالاحترام اللي بينك خلصنا مرام ليش انت قدام أبوك بتصير متل الولد الصغير بتعمل متل ما بده وبتتحرك بأمره وكأنك مو سليم اللي بعثه انت ما بيصير تكون بلا شخصية قدام أبوك سالين شوف أنا ما بيرضيني هالشي أبدا مين رقم غريب مين معي مين إلك انت ملك ألو مين بدك بالصفر لا انت غلطاني مو أنا هاي واحدة غلطاني بالرقم تعرف انت واحد ما بيستحي ليش عم تحكي هيك وصلت فيهم الوقاحة انه يتصلوا على رقمي أنا سديني أنا ما بعرفة لها البنة البنت اللي طلعت معك بالجريدة شو كان اسمها قلتلك ما بعرفها طيب من وين جابت رقمي وليش عدت بالدسليم؟ وإنا شو بعرفني مش شو محل اكتفامية هدول بدهم يجاكهوكي لانه مغيرانين مني هدول بدهم ينزحوا علاقتني يا مرام هالرقب نفسي بتي لا تندي عليها احسن شي انه تغيري هالرقب لانه الظاهر رح تعلاقك وما رح تتركك بحالك ليش قبل ما ننخطب مكان يصير معك هيك قلتلك هدول عم يغاروا مني خلط يا مرام فكية لا توقفي عند هيك قصص اشتركوا في القناة عثمان عثمان يلا فيه يا حيوان قلتلك فيه قللي شو اللي عملته يا حقير شوفي من الصبح على مهلك هيك بتعمل معي شو قصدك من هالعملة ليش بدك تخرب علاقتي بمرام مرامة خنائت معك لحيك شايت تشاطر علي شو انت جنيت عثمان ليش عطيت ملك رقم مرام ها لعنى يا بكفي متحمل وساختك كل هالسنين بس كون يفكرني سكرتيرتك لاستابل اتصالاتك من هون ورايح ما لي اي علاقة لا تشبرني يحكي للمرامة عن كل علاقاتك ها انا بشتغلك للشغل وتدير من هون لهون بكفي بقى لهون وبس فمد ان شاء الله تركني بهمني طلع من حياتي بقى طلع شايفك كثير متوتر اليوم رح تنتهي القصة كريم رح يزوجها للبنت بس تتم هالجوازة كلياتنا رح نرتاح ما كنت بتعرف كريم رح يزوجها اليوم من شوي حكيت مع خالي قدر يقنعوا لكريم امورنا بألف خير يعني خلصنا من هالورطة كفك اشتركوا في القناة